بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو تحت عنوان تحليل عبارات إلى جداء عاملين الخاص بالسنة الرابعة المتوسط كما يحتاجه السنة الأولى ثانية والثانية الثانية والسنة الثانية الثانية والسنة الثالثة ثانية لأنهم يحتاجه في دراسة الدول وما أشبه ذلك إذن ننطلق على بركة الله في الحالة الأولى عندنا الحالة الأولى أبنائي هي إثنان إكس ناقص ثلاثة في إكس زائد واحد ناقص خمسة في ستة إكس ناقص تسعة هنا أبنائي هو يقول حل ليس أنشر يعني حل ما علينا إلا أن نجد مكتوب من الشكل كأنما A في ماذا في B هنا لإنجاز هذه العمليات أول شيء نلاحظ هل يوجد عامل مشترك بارز في هذه الحالة أولا كم يوجد هنا عندنا من حد الحدود أبنائي ها هو حد عليكم التركيز ثم عندنا ها هو حد آخر وبينهما الناقص لاحظوا ها هو الناقص أما يقول أحدكم لا فإن هنا يوجد لنا هذا حد وهذا حد وهذا حد لا الحدود تكون بين الزائد والناقص فقط يا أبنائي أما الجداء فيمثل حد كليا أنا ألاحظ أن هنا هذا يعني لا يمكن تبسيط فيه هذا كذلك لا يمكن تبسيط فيه الخمسة لا يمكن تبسيط فيه لكن لو نلاحظ إلى هذا أبنائي يمكن استخراج الثناء الثلاثة كعمل مشترك لاحظوا جيدا يعني يصبح لنا نتكلم عن هذا ثم نكمل مع بقية العمل تصبح لاحظوا قلنا عندنا ستة اكس ناقص تسعة يمكن استخراج أبنائي ماذا؟ الثلاثة من هنا والثلاثة من هنا لماذا؟ لأن الستة في الأصل لاحظوا كيف أبسطها تصبح اثنان في ثلاثة اكس ناقص ماذا؟ ثلاثة في ثلاثة يعني قمت بعملية التحليل هنا كما يمكن استخراج من هنا الثلاثة ومن هنا الثلاثة ونستخرجها إلى هنا كعمل مشترك ماذا تصبح أبنائي؟ لاحظوا تصبح ثلاثة ثم نفتح القوس ونلاحظ ماذا يبقى لدينا يبقى لدينا اثنان في اكس لي واثنان اكس ويبقى لنا من هنا الثلاثة قد خرجت بقيت ثلاثة واحدة التي تبقاها كذا ما معناه؟ معناه أبنائي نأخذ هذه العبارة التي تلاحظنا هنا ونقوم ونضعها في هذا المكان هنا كله يعني حتى تتبسط لكم الأمور ماذا ينتج؟ لاحظوا ماذا ينتج؟ ينتج لنا اثنان اكس ناقص ثلاثة لاحظوا في اكس زائد واحد ناقص ماذا؟ خمسة لكن لا تنسوا أن قمنا باستخراج أبنائي الثلاثة كعمل مشترك لاحظوا الثلاثة ونفتح القوس هنا ماذا تبقى لنا؟ تبقى لنا اثنان اكس ناقص ثلاثة ثم نغلق القوس هكذا ثم نغلق هذا ونجعل تساوي هنا نكمل حساب نقطة بنقطة حتى تعلموا أبنائي لا أريد أن أسرع حتى كل طالب يفهم ماذا أفعل تصبح اثنان اكس ناقص ثلاثة في ماذا؟ في اكس زائد واحد لكن هنا أبنائي لاحظوا خمسة في ثلاثة تصبح كم؟ تصبح هنا عندنا ناقص ماذا؟ ناقص خمسة عشر ثم نكتب الآخر وهو اثنان اكس ناقص ثلاثة تساوي الآن يقول أحدكم لماذا لم تنشر هكذا يا أستاذ نحن لسنا في عملية النشر إنما نحن نريد أن نحلل لاحظوا هنا أبنائي ها هو الحد الفاصل ها هو هنا الناقص أنا ألاحظ أنه بين هذا الحد وهذا الحد يعني هذا الذي أوضحه هنا وهذا الحد الذي أوضحه هنا أرى أن الاثنان اكس ناقص ثلاثة مشترك بينهم يعني هذه يا أبنائي هذه القيمة مكررة في هذا وهكذلك هنا يعني يمكن استخراجها كعامل مشترك إلى هنا لاحظوا ماذا ينتج أبنائي ينتج العمل التالي لهو اثنان اكس ناقص ثلاثة هكذا ونلاحظ ماذا سوف يبقى بالداخل ها كذا يبقى لنا ماذا يبقى لنا اكس زائد واحد لأن قد لاحظوا هذا قد حذف من هنا بقي هذا فقط وكذلك يحذف من هنا يعني يؤخذ كعامل مشترك هذا هو المقصد هنا يصبح لنا ناقص ماذا ماذا بقي لنا أبنائي بقيت لنا الخمسة عشر فقط ها كذا تساوي نجعل تساوي دائما نكمل العمل الآن ها هما حدان وها هوا جداء وها هما بينهما الفي يصبحوا حدا واحدا نركز الآن تصبح ماذا تصبح اثنان اكس ناقص ثلاثة الآن نكمل الأبنائي هنا العمل بالداخل نجعل ها كذا عندنا اكس لا يوجد اخاه اكس اخر يعني يبقى كما هو يعني اكس عندنا لاحظوا واحد ناقص خمسة عشر بما ان الواحد موجب والناقص خمسة عشر سالب تقول القاعدة ماذا تقول اجعل بينهما الفرق وخذ اشارة الاكبر القيمة مطلقة يعني لا يهم الناقص خذ هذا يجعله ناقص خمسة عشر ناقص واحد كم؟ اربعة عشر لكن خذ اشارة الاكبر لهو الخمسة عشر والذي اشارة العد الاكبر هي الناقص يعني يصبح ناقص ماذا ناقص اربعة عشر بهذه البساطة هذه هي قيمة ماذا تحليل للعبارة التي لاحظوا ابناء التي اعطيت لنا التي سوف اقوم بجلبيهما ها هي امامكم بهذه البساطة ابناء ركزوا هكذا اصبحت كليا يعني لاحظوا سوف اجعلها في اطار حتى تتضح للجميع هكذا هذا ما نسميه ابني التحليل الى جداء عوامل هكذا الان بعد ما اكملنا مع هذا الجزء نتيه للجزء الثاني كذلك بنفس الخطة هنا لكن هنا ننتبه كذلك تساوي نبدأ نلاحظ هل العمل مشترك يعني لاحظوا هنا كم يوجد من حدها هو دائما حدها فاصل بينهما هو هذا النقص هذا حد وهذا حد الان لو نلاحظ لا يوجد لنا يعني ظاهريا موجود يعني الذي نستخرجه أو الذي نستخرجه موجود مثل ما هنا لاحظوا أصبح موجود يعني استخرجناه من هنا ها هو كما ألمح هنا باللون الأحمر ها هو هنا بعد ما قمنا بعملية تبصيل كذلك هنا نأتي العبارة هذه تبدو عادية من درجة الأولى هذه من درجة الأولى لكن هذه من الدرجة الثانية يمكن هنا أن نجد الحل نأتي إلى هذه العبارة أبنائي التي نلاحظها هي 16x مربع سوف نقوم ب ليس بنشرها لأن السؤال هو حلل تساوي لو نلاحظ جيدا عندنا قاعدة درستموها اللي هو المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة اللي هي مكتوبة من الشكل ماذا A مربع ناقص B مربع تساوي A زائد B في ماذا في A ناقص B هي كذلك تبدو مثل ما هو أصف يعني هذه هي هي الـ A مربع ناقص ركزوا أبنائي الـ B مربع قلنا ماذا تساوي تساوي A زائد B في ماذا في A ناقص B هنا نطابقها حرفيا تصبح ماذا هنا 16 لما نجعل لها الجذر كم تصبح تصبح أربعة والـ X مربع هو الـ X ناقص واحد نلاحظوا في ماذا في 16 نلاحظوا أو نجعل هنا الزائد حتى تكون الأمور يعني مطابقة مباشرة جعلت هنا الزائد نحترم هنا الزائد ثم ماذا ثم 4X ناقص واحد لهذه البسطة فقط نلاحظوا لأن هذه مكتوبة من الشكل A مربع لأن 16X مربع في الأصل ما هي هي 4X في 4X والناقص والواحد هو واحد في واحد هذا أصله معروف إذن ماذا نتجى ابناء نتجى كما نلاحظ جيدا الآن ما علينا إلا الإتيام بهذه القيمة التي وجدتها أرنائي ونعوذها في هذا المكان ماذا ينتج؟ ينتج هذا العمل وهو 4X ناقص واحد أو زائد وهذا يعني تبديل في ماذا؟ في 4X ناقص واحد ثم نكتب هذه العبارة ولن ننسى هنا الناقص ماذا؟ ناقص 4X ناقص واحد في X ناقص ثلاثة تسال الآن نركز قلنا الفاصل هو هذا الناقص إني أرى أن هذا الأربعة الـ X وهنا تكرر كذلك بما أنه تكرر يمكن استخراجه كعام المشترك هنا لاحظ الأمر بسيطة جداً أبناي ماذا يحدث؟ نستخرجه إذن تصبح العبارة هي 4X ناقص واحد ونفتح القفص ماذا يبقى لدينا؟ هذا قد أخرجناه ماذا يبقى؟ يبقى لنا 4X زائد هنا لاحظوا لاحظوا قد حدث خطأ أعذرني فقط لأن هنا نستخرج هذا ليس ربما أخطأت فقط سامحوني نستخرج هذا وقلت ونستخرج هذا العام المشترك قلت هو الذي نستخرجه نعتذر على هذا الخطأ الذي سأدر مني بيور نشعر إذن تصبح ماذا؟ تصبح 4X زائد 1 لاحظوا عندنا هنا ناقص نكتب ناقص ثم ماذا بقى؟ بقى لنا ثلاثة لاحظوا X عفوا ناقص ثلاثة ثم نغلق هذه الكبيرة هذه أو القوس الكبيرة يساب ثم نكمل الآن تصبح 4X ناقص 1 ونأتي إلى الجداء لحد الأخر وهو 4X زائد 1 ندخل الناقص هنا تصبح ناقص X والناقص كذلك هنا ناقص في ناقص به زائد ثلاثة تسابق تبقى دائما 4X ناقص 1 لأن لا نريد هنا أن نشر إحذروا بل نريد عملية التحليل لاحظوا 4X وننقص لها X عندي 4 ننقص لها 1 ماذا تصبح ثلاثة X وعندي 1 ونضف له الثلاثة زائد وزائد يعني تصبح زائد 4 هذه هي عملية التحليل لهذه القيمة أبنائي التي لاحظتمها هنا ها هي صفق بجلبها معي حتى تتضي لكم الأمر إلا أن أعتذر على هذا الخطأ ليس أدر مني كنت أود يعني أن أستخرج أربعة X ناقص 1 أستخرج أربعة X زائد 1 بدون أشوار يعني خطأ كانت هكذا مني فقط ها هو التحليل الآن بعدما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الذي بعده أركز هنا 12 X ناقص 60 X مربع زائد 75 X مربع هنا لو نلاحظ جيدا أبنائي نجعل تساوي هنا 12 X هذا من الدرجة الأولى ومجهوله X يبقى كما هو لكن لو نلاحظ هنا إلى 60 X مربع وهنا 75 X يعني يوجد استخراج يعني نشترك بينهما أركزوا فقط تصبح 12 X لاحظوا زائد X مربع نلاحظ لو نستخرج X مربع في هذه العملية فقط ماذا يبقى لدينا بالداخل يبقى لدينا ناقص 60 زائد 75 أعيد النشر أبنائي تجدون الكلام حقيقي تصبح ماذا أعيد النشر ناقص 60 مربع X مربع زائد 75 X مربع الآن نكمل ما بالداخل تصبح 12 X زائد عندي هذا مع هذا قلنا لما نجد زائد مع ناقص نجعل عملية التطرح ونأخذ إشارة الأكبر التي هي 75 يعني ناقص 60 تعطي لنا 15 لأن إشارته هو الأكبر X مربع يساوي هنا قد ظهر يعني عام المشترك لاحظوا ها هو أمامكم ها هو أمامكم هو X فقط ليس الاسم مربع لماذا يقول أعدكم نكمل تصبح 12 لكن حتى الـ 12 يمكن تفكيكها ما هي الـ 12 أبنائي الـ 12 هي 3 في 4 ماذا X لاحظوا زائد 15 ما هي هي 3 في 5 إلا أن تلك الـ X مربع يمكن كتابته هو الـ X في الـ X X في X هي X مربع تصبح ماذا أبنائي تصبح X لاحظوا هنا ماذا نلاحظ أن يمكن استخراج العام المشترك اللي هو هذا لاحظوا هذا وها هو كذلك أركزوا كما أقوم بعملية الشرح يعني يمكن استخراجه هذا الإثنان كعام المشترك إلى هنا تصبح 3 X ونلاحظ ماذا يبقى لنا بالداخل تبقى لنا 4 X زائد ماذا 4 عفوا 4 لأن X قد استخرج تابعه فقط زائد ماذا زائد 5 X ها هي العملية قد تمت هل يمكن يعني إكمال لا لأن التحليل ليس النشر لا تخليط الأمور ثم نقول يعني بهذه البساطة هذه العبارة أصبحت تساوي هذه بكل بساطة ونجعلها في إطار حتى تكون الأمور منظمة يعني هنا ما هو الشيء الذي استخرجناه كعام المشترك هو 3 X يقول أحدكم يا أستاذ وأ لو استخرجت X نعم كذلك لأن قمت بعمل التحليل نأتي كذلك إلى المثال الأخير ركزوا هنا كذلك تساوي عندنا 5X ناقص 4 في 2X زائد 3 زائد 4X مربع ناقص 9 لو نلاحظ جيدا أبنائي هنا يعني لا يظهر لها من المشترك مباشرة أنها عبارة من الدرجة الأولى هذه من الدرجة الأولى أما هنا ما عبارة من الدرجة الثانية يعني فيها ممكن تفكير في الجداء الشهير ما هو يا إما الأول يا إما الثاني يا إما الثالث الذي يظهر دائما في التحليل هو الجداء الشهير أو المتطابق الشهير رقم 3 هي التي لها دور كبير وكبير جدا في عملية التحليل إذن هنا لو نأتي إلى العبارة هذه اللي هي أربعة إكس مربع ناقص 9 لو نقوم بتحليل نراها كذلك مثل المثال الذي من قبل هو الجداء الشهير رقم أو المتطابق الشهير رقم 3 لأنها مكتوبة A مربع ناقص B مربع قلنا يسون A زائد B في A ناقص B أو يمكن أن تبديله تقولون A ناقص B في A زائد B لأن الضرب عملية تبديلية هنا لو نلاحظ إلى أربعة إكس مربع ماذا يمكن كتابتها؟ كتابتها هي إثنان إكس في ماذا؟ في إثنان إكس لاحظوا جيدا التسعة ما هي؟ هي ثلاثة في ثلاثة معناه ماذا يمكن كتابة؟ يمكن كتابة اللي هي إثنان إكس ركزوا ناقص ماذا؟ ثلاثة في ماذا؟ في إثنان إكس زائد ثلاثة لأنه قلت الضرب عملية تبديلية فقط لا تقولوا لماذا يا أستاذ هنا A زائد B وأنت أجعلت؟ لا يهم هذه أمور يعني تسمحوا بذلك في الرياضيات في عملية تبديل في الجداء إذن هنا لأن هذه العبارة أربعة إكس مربع هي A مربع يقول أحدكم يا أستاذ ولو وجدنا مثلا وجدنا مثلا إكس مربع ناقص ثلاثة كيف أعللها؟ هي في الأصل تصبح X ناقص لأن الثلاثة ما هو؟ هو الجدر ثلاثة في جدر ثلاثة يصبح في هكذا X ناقص جدر ثلاثة في X زائد جدر ثلاثة لأن الثلاثة ليس الجدر ثلاثة الثلاثة هو في الأصل الجدر ثلاثة وعط لكم هذه القيمة حيث ما بداخل الجذر يجب أن يكون قيمة كيف هي قيمة مجبة ليس تماما إنما قيمة مجبة الآن ما علينا أبنائي إلا إتيان بهذه العبارة وتعوضها في هذا المكان هنا ماذا ينتج أبنائي نتابع ماذا ينتج ينتج خمسة إكس ناقص أربعة في إثنان إكس زائد ثلاثة وعندنا هنا لاحظوا زائد نكتب هنا زائد ثم نكتب العبارة التي نعوضها وهي إثنان إكس ناقص ثلاثة في إثنان إكس زائد ثلاثة تساب الآن أرى أنكم ترون العام المشترك ما هو العام المشترك ليترونه يتكرر مراتان إني ألاحظ في الحد الأول هو هذا وفي الحد الثاني هو هذا إذن هذا مع هذا سوف نستخرجهم هنا كعام المشترك يصبح ماذا يساوي؟ يصبح يساوي إثنان إكس زائد ثلاثة ونلاحظ ماذا يبقى لدينا للباقي بعدما هذا استخرجناه يعوضك بالواعد ماذا يبقى له؟ في هذا الحد يبقى هذا وهو خمسة إكس ناقص أربعة إذن نكتب هنا لاحظوا خمسة إكس ناقص أربعة أكيد نفتح هكذا ثم عندنا هذا كذلك قد استخرج كعام المشترك يعني يبقى في مكان الواعد ثم لاحظوا ماذا بقي له بقي له زائد لأنها هي الزائد احذروا زائد ماذا؟ زائد إثنان إكس لاحظوا ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثة هكذا ونغلق هذه الحضينة الكبيرة تصبح ماذا أبنائي؟ يصبح الأمل هو تساوي إثنان إكس زائد ثلاثة ونفتح هنا بما أن هنا الزائد بين هذه العدود يمكن التخلص من هذا القوس مباشرة لأن لو كان النقص لا يمكن يعني سوف يغير لكن زائد لا يحدث شيء إذن تصبح لاحظوا خمسة إكس نجمعها مع الصينف التي معه هنا مع الإكس يقصد مع الإكس يجمع ليس مع الإقراض أو مع ذا أخرى خمسة ونضيف لها إثنان لو تعد بأسبوع إكس سوف تجد سبعة سبعة ماذا؟ إكس ولاحظوا عندنا ناقص أربعة وناقص ثلاثة تقول القاعدة إذا وجدنا العددان لهم نفس الإشارة فنجمعهما ونضع إشارتهما إذا كانوا الزائد نضع معهم الزائد وإذا كان الناقص نضع معهم ناقص فقط عندنا هنا ما هي الإشارة الثلاثة يحملناها؟ يحملناها الناقص ثم نقول لأنهم لهم نفس الإشارة تصبح ثلاثة زائد أربعة أربعة زائد ثلاثة ليس سبعة هكذا لاحظوا جيدا تصبح تصبح كذلك لو نلاحظ هنا جيدا يمكن استخراج عامل مشترك آخر اللي هو ماذا؟ هو السبعة من هنا ومن هنا ماذا تصبح؟ نستخرج هذه السبعة وهذه السبعة من هنا إلى هنا تصبح أبنائي تساوي سبعة في ماذا؟ في إثنان إكس زائد ثلاثة ماذا يبقى لنا بالداخل؟ أبنائي الإكس كانت سبعة استخرجنا السبعة ماذا؟ بقي لنا الإكس والناقص سبعة استخرجنا السبب بقي لنا الناقص واحد هذا هو التحليل هذه العبارة يا أبنائي التي أعطيت لنا في المثال الرابع تابع جيدا ها هو التحليل النهائي لهذه العبارة سوف إذا لاحظوا جيدا ها هي أمامكم يمكنوا وضع ذلك في إطار حتى تتضح لكم السورة جليا إذا لاحظوا أبنائي إذا في التحليل أول شيء نلاحظ إلى العامل المشترك إن ظهر يعني هنا تظهر لكم أمور إن ظهر هنا نفكر في العامل المشترك بين الحدود ثم إن لم نراه يظهر نفكر في ماذا؟ في المتطبقات الشاهرة إما تكون وابنائي والأخص والأخص هي المتطبق الشاهرة A مربع ناقص بمربع تساين A زائد B في A ناقص ب كما يوجد لنا المتطبق الشاهرة كذلك يمكن يعني لماذا؟ لأنه يمكن لك أن يعطي لك هكذا X مربع ناقص 2 X زائد 1 يقول لك قم بتحليلها هنا ليس جداء الشاهرة رقم 4 ثلاثة إنما هنا المتطبق الشاهرة رقم أكيد رقم 2 يصبح X ناقص 1 لكل مربع لو كانت هنا عندنا مثلا هذه العبارة زائد هنا أكيد نفكر في الجداء أو المتطبق الشاهرة رقم 1 لها X زائد 1 لكل مربع وهذه في الأصل هيا حللت إلى إلى جداء عميلين لاحظوا تصبح ماذا تصبح X ناقص 1 في X ناقص 1 ليس زائد 1 ناقص 1 لأن عدد في نفسه يصبح X مربع أو مربع بهذه البسطة وأتمنى قد أعجبكم الشرح كما زر موقعين له صفحة الفيسبوك لأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته